بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات أيها المشاهدون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فبهداه مقتدي من أعظم الصفات وأجملها صفة الأمانة أن يكون الإنسان أمينا ومن أسوأها وأقبحها الخيانة أن يكون الإنسان خاء لهذا الله عز وجل وصف أنبياءه بالأمانة وكثير من الأنبياء كان يقول لقومه لما يدعوهم إني لكم رسول أمين لأن الأمين مستحيل يخون ما راح يخوكم في الدين وبيكذب على الله فالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمونه قبل الإسلام الصادق والأمين هذا قبل الإسلام وبعد الإسلام طبعا أكثر النبي عليه الصلاة والسلام كان أمين قبل الإسلام وبعد الإسلام ومن عظيم هذه الصفة يا أخواني الله عز وجل وصف فيها جبريل جبريل عليه السلام لما كان ينزل بالقرآن قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ روح الأمين جبريل كان أمين في نقل الرسالة بل أن الله عز وجل قال عن جبريل مُطاعٍ ثم أمين النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يهاجر من مكة إلى المدينة جعل عليه رضي الله عنه ابن عمه الشجاع ينام على فراشه تدرون ليش؟ وع Environ من الناس ترى لا يعرفون ليش النبي عليه الصلاة والسلام ترك عليه رضي الله عنه في فراشه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كانوا كفار قريش يضعون أماناتهم عنده لأنه الصادق الأمين يضعون أموالهم ودائعهم أي شيء يبقون يحفظونه يخلونه عند النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لما بعث لما الله عز وجل أرسله برسالة من الله عز وجل بعث إلى الهجرة 13 سنة وكانوا كفار قريش يحاربونه يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام و هم يحاربون النبي تخيلوا هم يحاربون النبي و يكذبونه و يقولون له أنت ساحر و يضعون كانوا أماناتهم عنده تخيلوا هم يكذبونه و أنت ساحر و أنت فيك و فيك لكن صفة الأمانة كانوا يثقون بأمانة النبي عليه الصلاة والسلام فلما الله عز وجل أمر نبيه أنه يهاجر من مكة إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام جعل علي ينام على فراشه ليش يكون لما النبي عليه الصلاة والسلام يوصل للمدينة علي يرجع الأمانات لأصحابها علي كان يرجع الأمانات كلفه النبي أن يرجع الأمانات لأصحابها قال الله تعالى والذينهم والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون ما قال والله أذوني والله خانوني واللي سووا فيني وسووا فيني وأنا حينها الأموال اللي عندي مالتهم شوف شو راح أسوي فيها راح أعطيها لأصحابي اللي يعذبوهم أصدقائي لا احتفظ فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمين لأنه كان عليه الصلاة والسلام أمين قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائت منك أدي الأمانة إلى من ائت منك ولا تخن من خانك حتى لو كان كافر حتى لو كان كافر ما يجوز لك أنك تخونه ولو هو خانك لأن المؤمن ما يخون أبدا خديجة رضي الله عنها أمنا ليش طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها لأنه شافت فيه الأمانة كانت تمنع لتجارتها ولما شافتها أمين قالت له تعال واتزوجني المسلم لابد أنه يكون أمين في كل شيء أمين مع الله في عبادته أمين مع الناس في شهادته في تعامله الأمانة في حفظ الأموال وين حين حفظ الأموال وين من الناس يقول لك أبغي سلف و أنت تقترضى أموال و يلا عاد عشان بس تقول لها رجع لياها موه ييك أنت اللي تركض وراه للأسف يعني كثير من الناس هالأيام يعني عندهم الأمانة أصبحت للأسف شيء كأن عادي يستهام فيه يعني الله عز وجل قال و منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة إن تأتي تركض وراه بس رجع لي بيزاتي لكن سبحان الله الناس أعوذ بالله بعضهم في الأمانة أبداً أبعد الناس عن الأمانة حفظ الأمانة في البيع وفي الشراء الأمانة في كل شيء لابد تكون عندك أمانة في كل شيء في جميع أمور حياتك نبي الله يوسف عليه السلام شوفوا كيف نبي الله يوسف عليه السلام و تعرفون كلكم قصة يوسف لما أخوانه حطوه في البئر و لما جت سيارة و خذته و وده بعدين مصر و بعدين أخذ العزيز و خلاه عنده في القصر و أكرمه و كان صغير و قال لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فالعزيز أكرمه و في القصر أكرموه لما صار شاب و كبر و تعرفون يوسف عليه السلام كان جميل جدا امرأة العزيز كانت كان إيمانها ضعيف كانت يعني جدا ضعيفة ما كانت ما كانت عندها أمانة مع زوجها فما تحملت فجاءت لي يوسف عليه السلام و قالت له هيتلك و كانت شباب يوسف عليه السلام شو قال أول ما قالت له هيتلك تعال قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون و في هذه الآية لما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي يقصد رب يعني صاحب القصر الآن نحن نقول رب الأسرة يعني ولي الأمر ولي أمرك في هذا المكان في هذا القصر و في تفسير آخر يقول أنه كان يقصد الله عز وجل إنه ربي لأنه منه الذي يطلعه من الجب منه الذي يساعده غير كله بتوفيق من الله عز وجل موسى نبي الله موسى عليه السلام كانوا الأنبياء كلهم يتصفون بالأمانة كل الأنبياء كانوا أمنا موسى عليه السلام لما هرب من فرعون و من طغيان فرعون و قومه توجه تلقاء مدين لما وصل عند ماء مدين شاف بنتين يحاولون يسقون للغنم اللي عندهم فلما شافوا مو قادرين لأن زحمة و ماء مدين كان كل فيه رجال و بعدين يدور النساء فلما شاف البنتين مو قادرين يسقون فسقا لهما ثم تولى إلى الظل بعد ما سقا لهم تولى و قعد يرتاح عند الظل بعدها البنات خذوا الماء و راحوا عند أبوهم بعد ما راحوا عند أبوهم و أخبروه بالقصة قال لهم خلاص خلي خلي هذا خل نجزيه يزاه الله خير ما قصر بعد خلي عشان نكافأ فجدت وحدة منهم لموسى كما قال الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فراح موسى مع هذه البنت إلى البيت بيت أبوها و قعد معه و أكلم و أخبرها القصة مع فرعون و بعدين قال له خلاص أنت اليوم عندنا أمين فوحدة من البنات قالت لأبوها استأجره نبغي يكون عندنا يشتغل هذا ليش تبعون فيه قوة و فيه أمانة قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين موسى كان أمين فيه قوة و فيه أمانة هذا الشيء اللي خلاه يقعد مع هذا الرجل الصالح لأمانته معه الرجل الصالح كان أمين في عفته و ما كان يشوف الحرام و ما كان لما طلع مع البنت عشان يروح بيت أبوها ما كان يلتفت لها أبدا هنا أمانة العفة عن النظر للحرام أخواني فاصل و نرجع لكم حياكم الله